وفي موضوع اخر ينظم الحرس الملكي تحت رعاية الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاثة والتي ستجرى اطوارها بحلبة لعبيكا بتتوام في يومها الثاني المباراة تعرف مشاركة اجود فرسان الاندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية وتضمن برنامج هذه المسابقة الرسمية للقفز على الحواجز اجراء تسعة عشر مباراة ابرزها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المزمع اجراؤها اليوم